يا مساء جمال عليكم يا رب يا رب يكونوا بخير وبعفض الحال نهاردة بقى حلقة جميلة جدا لين نهاردة حلقة جميلة ومخالفة عشان برعاية بانك في انتيبة سبونسور بتاع الحلقة النهاردة هو بانك في انتيبة نفسه والنهاردة بإذن الله هنحاول لغطي بالزبط ايه الباكتشيز او ايه البرودكس اللي بقدمها في انتيبة كحساب بانك في مغنق في ألمانيا انا عن نفس الان انا تجربة جميلة جدا مع بانك في انتيبة مع اكتر من صديق اللي هم هنا فتح الحساب المحلي وربط الحسابين ببعض بيه خطوات بسطة جدا والموضوع كان سموث جدا 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 انا عن نفسي دائما بعمل راكومنتيشان في انتيبة اكتر حاجة يالله بنا نتالك على البرودكس في انتيبة اللي بيتقدمها لاتس جو ماشي يا شباب بص يا جماعة اول حاجة هتروح عليها هو موقع في انتيبة.com بس انا سيبلكم رابط في التسكريبشن تحت عشان تروح عليه بالزبط هتلاقي قدامك 3 باكتجز الدولة اللي هنتكلم عنه من شاء الله النهاردة روح اردود على الرابط في التسكريبشن انطلق وتعالى معي بقى على صفحة دي لنشرح مع بعض ايه بكلام بوصة cd انت عدك 3 باكتجز 3 برودكس مختلفين اول برودكت اسمه في انتيبة بايزيك بلوغد اكاونت وده بتفتح فيه فقط بلوغد اكاونت انا نشوف شوية الانفرميشن المكتوبة عليه accepted by all German authorities worldwide which means ان انت في اي بلد في العالم في السفارة الالمانية اللي انت في انتيبة الاني نقطة هنتكلم عليها هي from account opening until money payout fastest product account solution وده فعلا انا حتى عشرتها يعني انا مفتحت الاكاونت صديق ليا واكاونت صديق ليا تاني وحطوا الفلوس في الحساب وجوم هنا المانيا وموضوع كان سموز جدا 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 يعني ما واجهوش اي مشكلة خالص ففتح الحساب ما واجهوش اي مشكلة خالص فبعتني الفلوس ما واجهوش مشكلة حتى في ان هما يجوا هنا ويعملوا رابط الحسابين ببعض كل حاجة كانت ماشية سموز زي ما هما مخططين وزي ما هما في انتيبة برضو قايلين دي حاجة انا حتى منتج ربع وقعية قدروا رهلكوا يعني في النقطة الثالثة بقى خش عليها بيقولك بقى ايه instant blocking confirmation after accredit card payment في انتيبة transfer يعني لو انت بتدفع بالمستر كارد في مبلغ الحساب المغلق في بعض الناس في نقطة مستر كارد المت بتاعه اكتر من 11.200 يورو فبيباردوا يدفعوا بها في انتيبة بالمستر كارد في الحالة دي بيجيلك confirmation وقت ساعتها يعني انت بتدفع فلوس بالمستر كارد يجيلك confirmation ساعتها بفتح الحساب المغلق والفلوس تتحط بجوة فدي برضو خدمة تقدمة في انتيبة تحت في انتيبة basic product اللي هو blocked account ورابعة نقطة بيقول لك عليها يعني بمعنى ايه لما بتيجي تفتح حساب تابعة في انتيبة بيفتح لك هوا حساب في بانك اسمه ستوربانك ليه ايبان وليه كل حاجة تراستد وهو المانيال وديه برضو عشرة كل حاجة بتبقى secured كل حاجة تحت اسمك انت الشخص اللي بيقدم على الفيزا هو نفس الشخص اللي بيفتح حسابها في انتيبة بنفس اسمه كل حاجة بتبقى مندرجة تحت اسمه موضوع secured لما بيجي هنا بيفتح حساب المحلي في المانيا ويربط حساب في انتيبة بحساب المحلي بيقول لك وديه خاصية في انتيبة بصراحة عشرتها عن اي بنك تيمي يعني انت لو فتحت اي بنك محلي في المانيا يطلب منك لانت لازم تكون معك مسجل في المدينة في انتيبة وبيطلب شيء خاص لو انت فتحت اي حساب في المانيا اونلاين تربطه في انتيبة من غير ما تحتاج انت تبقى معك من غير ما يبقى معك اي تسجيل في المساكن اللي هي الماندون يعني مش لازم تعمل الماندون عشان تفتح في انتيبة او تربط حسابين ببعض في المانيا في انتيبة بتديك فرصة حلوة جدا ان تفتح حساب من غير ما تحتاج حتى الماندون والنقطة الاخيرة تحت الحساب ده ان فيها اب بيوريك بالضبط step by step يعني بيرشتك بالضبط تعمل ايه واحدة بواحدة بواحدة فممكن حتى تنزل الاب بتاعت في انتيبة وتشوف بالضبط القطوات step by step جواها تقدر ازاي تفتح حساب مغلق في المانيا كل الامتيازات اللي موجودة نحنا كان لدينا عليها تحت في انتيبة بيزيك دي برضو موجودة في البرودكتز التانين زي في انتيبة بلاس وفينتيبة بلاس دول برضو موجودين فيهم نفس الامتيازات او نفس الامتيازات بيقولك ان هو الانشيال فيز 89 يورو يعني بتفتح الحساب المغلق نفسه بتدفع 89 يورو فلوس تفتح الحساب وهنا لما بتيجي بقى المانيا وبتفتح الحساب بينزالك كل شهر مبلغ معين بتخصم منه 4.9 يورو دول مصاليف شهرية اللي في انتيبة بتتاخد كل شهر لحد ما تكمل 12 شهر بتوعي البلوكد اكاونت كنا يعتبر غطينا احنا اول باكتش اللي هي بس بلوكد اكاونت حساب مغلق بس هنفيش معها حاجة تاني وهم عمليين عليها عرضا حلو بتمالية زيادة عن بلوكد اكاونت بيدوك وفي انث Salam وهنا نخalt سواء انت بيطيك مفاستة لو انت هتيجي على تقمين خاص ديه في حالة الناس اللي بتيجي على دراسة لغة او بتيجي مثلا سنة تحضيريا يعني بتاخد ويزي التحليل الدراسة مش مرغمة او مش مجبرة تعمل تأمين حكومي في ألمانيا اما الناس اللي بيجوا على النمع مباشرة بيبقوا لازم يعملوا تأمين حكومي في ألمانيا برضو في انتيبة موفرة للناس ديك ان هم هتعملوا تأمين حكومي في شركة اسمها دي اكا جزوندهايت دي برضو تأمين حكومي مش خاص هنقول انت عملت دي دي هتاخد بلوكد اكاونت زائد خدمة التأمين الصحي بتاعنا بقى نشوف اللي تنزل تحتها في الباكتش دي دي تأمين صفر مش تأمين في ألمانيا بقى تأمين صفر برضو لحد 95 يورو يعني تأمله بيوصل 95 يورو فهو ده فيه هيدونك في الباكتش دي 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 مجاني وهيزبطونك هلس انشورانس للاقامة بطاعتك الموضوع دوت بصراحة شايفه حلو جدا ليه لانك انت لما بتيجي هنا ألمانيا تبقى عايز تروح تعمل تأمين حكومي مثلا في شركات زي تيكا زي اوكا والتأمين الحكومي في تيكا او اوكا بيحتاج ان انت تكون عامل حساب بنكي عشان تقدر ان هما يسحبوا كل شهر منك فلوس ساعة الناس بتقابل مشكلة في التأمين الحكومي لان هما بيبقاش عارفين يفتحوا حساب بنكي في ألمانيا لان هما ما عندهم شي ام ملدوم او تسجيل في السكن فانك انت تفتح تأمين حكومي معها في انتيبها من اول لما تيجي دي بتختصر عليك خطوات كثيرة جدا عشان انت تاخد بقى التأمين الحكومي دوت وتروح تسجل بي في الجامعة موبا اشارة مش محتاج انك انت تعمل تأمين حكومي مع تيكا او اوكا فدي بس بتختصر عليك الشورت كات للموضوع دوت نعم معك تأمين حكومي في ألمانيا من قبل حتى ما تيجي في الملد هنا ونفس الفكرة تعت نقطة اربعة ديت ان انت الاول بعد رفعت بالكارت هتأخد برضو الكنفرميشن ساعتها فيه free extra benefits دي في الباكيج نفسها اول النقطة free choice of card account يما انت عندك الاختيار غير محدود من الاكاونتس اللي موجودة داخل حساب بنتيبة تاني حاجة بيدوك welcome buy بيرحبوا بيك هنا في ألمانيا على سبيل المثال فبدي برضو بيوفرها لك ولاناو انت جاي مساء على دراسة لغة بيديك ساعة offers عروض تاخدها عشان ترحت تدرس اللغة فليه بيدوها لك برضو study guide access عشان لو انت هديك تدرس بها مباشرة بيدوك مساعدات او ارشادات ازاي الدراسة ينفق ان يعمل ازاي وفيه طبعا في انتيبة community ديت مكتبع في انتيبة فيه بتبقى تحتيها منعشات مهمة جدا بيدوك اكسس لها انك تقدر تشارك فيها في الكميونيتي بتاع في انتيبة وانيوال سكوررشاب opportunity في انتيبة بكل سنة بتعمل سكوررشاب او منحة لطلب ان بيجي ندرسه ففيه بروجرام ممكن تقدم عليه انك انت تقدم على الملحة دي لو انت اشتركت بس في انتيبة بلاس ضغطنا بس على سكوررشاب opportunity هيجيب لي صفحة هنا نزيزة هيقولك ان فيه سكوررشاب وممكن انت تعمل apply عليها من اللينك دوت وكتبين لك بعض الانفرميشن عنها نزيزة وشوية امثالة لطلاب فازوا بالسكوررشاب ديت ويجوم هنا المانيا وحصلوا عليها تماما عام الهيستوري بتاع سكوررشاب في 2022 او 2021 و2020 و2019 من ساعة ما بدأت الحوار سكوررشاب ديته لو انت اشتركت في انتيبة بلاس هتقدر انك انت تقدم على الموضوع بتاع سكوررشاب وبروتيان فده يعتبر البرودكت التاني وزي ما قلت لك فيه اوفر حل انك انت لو عملت البرودكت التاني دوت عبارة عن بلوكد اكاونت زي انهلس انشورانس اللي هو في انتيبة بلاس هتقدر تاخد 89 يورو الانيشية الفيز بتاع في البرود اكاونت شانت من عليك وزي ما قلت لكم هتاخدوا اللي هو التأمين الصفر بشكل مجاني مع ايك انت انت مسافر لحد 95 يورو فده اوفر حلو جدا لو انت حدو بتتفادى 89 يورو بتوقع فتح الحساب وتسجل كمان في تأمين حكومي عشان يوفر عليك البرودة في المانيا عشان تستخدم الوفر ده وانت بتسجل لازم تكتب في الكود save 184 او save 184 فنازم تستخدم الوفر ده وانت بتسجل في البرود اكاونت وهو اصلا الفيديو اللي جاي يعني اتكلم بالتفصيل عن ازاي تسجل انت في انتيبة خطوة بخطوة ازاي تفتح حساب مرة زي ما نويت ان السبونسر حلقة بتاعت نهاردة هو تانكي في انتيبة نفسه طبعا نشكرهم انهم بيوفرنا كدامات حلوة جدا للطلبة عشان ييجوا هنا بشكل سالس جدا ويدرسوا كدما وانا عن نفسك مصطفى وبصك فيهم جدا 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 انما فعلا تعملت معاهم اكتر من مرة وكانت التجربة بتاعتي حلوة جدا بس تعالى نشوف التفاصيل initial fields بتاعت 89 تستشمل عليه اشتماع موجودة وهتدفع بس الليلة 49 كل شهر وفي الباكتج جدا فيه health insurance مفيش ليه اي initial fees مفيش اي فلوس فتح او تسجيل في تأمين في المانيا لكن فيه monthly fee تدفعها انت كل شهر دي طبعا باكتج جدا تختلف على وانت هكاي على تأمين خاص وانا تأمين حكومي بتبدأ من 25 يورو وانت طالح دي بالنسبة للبروكت التاني معظم الطلبة اللي بيجوا يفتحوا بلوكت اكاونت في المانيا بياخدوا الجزء التاني دوت ده البروكت التاني دوت عشان بيبقى شامل التأمين مع البروكت اكاونت الاثنين مع بعض فبيأسس لهم الاجراءات صح في اول فترة مش محتاجين ان ام يعمله حاليا ان ام يروحها يسجله في الجامعة على طول التالت بروكت معنا النهاردة هو فنتيبة plus protect وعبارة عن فنتيبة plus اللي احنا كملنا عليه البروكت اللي فات بس فيه حاجة اسمه على liability insurance وليابلتي insurance ديت معاناها half to be fleached forcation يعني ايه half to be fleached forcation الاسم الغنيب دوت ده تأمين انا بسميه ضد الغير يعني ايه ضد الغير انا كنفسي مصطفى عمله من اهميته والتأمين دوتا هكلم عنه ان شاء الله في حلقة منفصلة عن تأمين انها half to be fleached forcation لان انت انا افترض انا ماشي بالعاجلة بتاعتي العاجلة بتاعتي ديت انا في المانيا رح تجاي خبط واحد خبطة وحشة وانا مغلطان فللأسف هو بيطلب تعويض جاسة دي وممكن تعويض نفسي علي انا فلو انا فعلا مش قصدي والحوار جاء خطأ والحادثة تسجلت ان انا فعلا مش قصدي بس انا غطم التأمين بقى اللي هو بتاع ديت الغير ده هو اللي بيدفع تعويضات ديت للشخص دوت ومعاكش التأمين ده هتلبس جامل 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 فلو انت معاك التأمين اللي هو liability insurance هو اللي بيدفع لك ويضبطي لك النقطة ديت اي ضرر انت تسببت بيه بدون قصد للغير ماشي بعبية بتاعتك مثلا لقد ضرر له حصل حدثة بسيطة العجلة مثلا ماشي خبطت حد والشخص الدر ده هتلب عنك تعويض ساعتها التأمين ده بيضطي لك الجوز الدوت وهو مهم جدا 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 في حوية نظري انا كمصطفى يعني ففي نفس الbenefits من واحد الاربعة بتاعت اللي هو فنتيبة plus يعني في الواحد الاربعة ديت هي نفسها بتاعت فنتيبة plus ما اختلفتش حاجة زيادة عنهم بس اللي هي رقم خمسة دي insurance لك كلمت علي دراقتي ده هات وفيه كمان benefits تابع الinsurance ده هلنشوفوا بها يعمل ايه all benefits of plus packages in addition to cover against key loss دي نقطة مهمة جدا لان انا لو انا في مبنى والمبنى دوت انا للأسف مفتيحه نساتها في حتة الماء او ضاعك مني الموضوع ده مكلف جدا جدا ان هم يغيروا كل الكالينات تحت المبنى عشان مفاتيح المبنى سعبت لو انا اتشابها فممكن لو حرامي مع مفتاح واحد يفتح حيات كثيرة في المبنى فبالتالي بيغيروا كل كوانين الحاجات اللي ليه علاقة بالمفتاح اللي تسرق او اللي ضاع وبيغيروا كل الكوانين اللي هي ليه علاقة بالمفتاح اللي ضاع منك فساعات بتلبس في رقم نزيز بالالفات بالالفات يورو بس عشان انت انسيت مفتاح او ضاع منك مفتاح فالتاني نقطة اللي انا اترك عليها اللي هي الحاجات اللي انت سببت فيها دول غير برضو بيكافر ناحيتها لو انت في اي دامجز عملتها في الشقة نفسها صاحب الشقة بيطلب تعويض منك دامجز مثلا عملتها في الشقة او حاجات انت مثلا بواستها في الشقة بيطلب تعويض برضو مده التامين ده بيغطيه وكمان بيسعبك لانك تاخد عقود ايجار يعني انما انت تبقى معاك الانشورنس ده تقوله انا معايا الانشورنس ان انا لو خاصن اي دامج في الشقة انا التامين هيتحمله برضو بيساعدك ان انت بيغطي متطلبات اي عقد ايجار في المانيا فهنا بيعيد نفس كلامه بيقولك ان هو دوت انت بروتك دوت في انتيبا بلاس بروتكت هو بيشمل كل الامتيازات بتاعت في انتيبا بلاس ففيه بلوكد اكاونت انشيا الفيز تسعة تمانين بس في الوفر مش موجود هنا فهتتفاهم المنصلي فيز باردو 4.9 يورو تدفعهم كل شهر لما ينزل لك تحسن المغلق في الامانيا انهلس انشورنس ده اي اللي فات بالزبط مفيش اي فلوس للتسجيل بس بتدفع شهريا بداية من 25 يورو على حسب باكت جناسنا بتدفعها لامين خاصة او تأمين حكومي واخر واحدة بيقول لك ان اللايبالاتي انشورنس ده انوان فيز 55 يورو يعني بتدفع 55 يورو من اشتراك في التأمين ده سنويا يعني شوه بعد الان 12 يعني بتدفع تقريبا بتدفع 4.5 او 4.6 يورو شهرية للتأمين ده بس انا شايفه من وجهة نظري انا نفسي عامله في الامانيا لا مهم جدا مهم جدا التأمين ده عشان ما تتمنش ايه اللي ممكن يحصل لان ساعات الواحد مثلا اللي قادر الوبي بعمل حدثة الحادثة دي بتسبب خسار ممكن ساعات بالالافات وساعات بتوصل لمئات الالاف من يوروهات فانت لو معاكش تأمين ده انت لبست لابسة جمدة اويل 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 فعشان كلا شايفه مهم جدا 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 للاشخاص والعائلات بتاعها يعني انت ممكن حتى تعملوا للعائلة بتاعتك وهو مهم جدا يا جماعة بناوها عليه مرة تانية بس وبكده يكون عرضنا احنا التلاتة باججز بتوافن تيبة وبإذن لازم اقولت لكم الفيديو اللي جاي للكلام عن ازاي تفتح الحساب نفسه خطوة بخطوة خشوا بقى على لنك اللي في التسكريبشن حطيته للكو وهو هيبقين لكم بالزبط الـ 3 packages دولت وتقدر تسجلوا معليهم كمان الفينتيبة بالفيديو اللي جاي بإذن الله تمانا فيديو النهاردة يكون عجبكم بقينتركم شوية تفاصيل اكتر عن الفينتيبة نفسه بتقدموا ايه للحساب المغلب جواه زي ما قلت لكم تجربتي مع الفينتيبة انها موضوع سموث جدا خطوة بخطوة تبقى الموضوع سهل جدا اكتدخر كل الانفورميشن وتيجي هنا المانية تفتح الحساب المحلي تربطه في الفينتيبة ينزل لك كل شهر من اول حتى شهر تسجل فيه هنا في البلد الفينتيبة في اسرع وقت انها تجربة خاصة معهم من كذا صديق مش من صديق واحد كلهم يشكروا في الفينتيبة وهو ده يجنع ان فيديو نهاردة اتمنى يكون عجبكم اصدتم منه استفدتم منه اذا انت وصلت الى نهاية الحل تدية فانساش تدعم من لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زرية تنبيهات عشان اشتركوا لكل جديد ومن اول تاني رابط في ديسكريبشن او تحارب تاخد فكرة عن سريباكت جزب نفسك شوفكم ان شاء الله على خير في حالة القياة يا شباب سلام